ومن الجزائر ينضم إلينا دكتور عبدالعالي رزاقي المحلل السياسي دكتور عبدالعالي أتوقف معك عند رد فعل الحراك على تكوين هذه اللجنة قُبلت هذه اللجنة بتحفظ من قبل الحراك على الرغم من أن من ضمن مقترحاتها إقالت حكومة بدوي وهو مطلب جماهيري أولا كان شقين للإجابة عن هذه السؤال الشق الأول مربوط بالرئيس الرئيس لا يستطيع أن يقيل رئيس الحكومة ولا أن يعوضه بأي رئيس آخر حتى إذا استقل رئيس الحكومة لا يستطيع أن يعوضه الشيء الوحي الذي يستطيع فعله أنه يمكن أن يعين نائبا في مكانه النقطة الثانية لا يجرؤ لا يستطيع الدستور وفق المادة 144 لا يسمح لرئيس الحالي عبدالقادر بن صالح باعتباره رئيس دولة بأن يفرج عن أي شخص أو يصدر عفو وبالتالي أي إجراء من الصعب اتخاذه النقطة نقطة الثانية هذه اللجنة سميت أصحابها أو سمي أصحابها بشخصيات وطنية مع الأسف شديد هناك مفهوم خاطئ للشخصية الوطنية الجزائريون عندما يتحدثون عن شخصيات وطنية يتحدثون عن يمين زروار رئيس سابق يتحدثون عن طالب البرهيمي وزير خارجية سابق معروف يتحدثون عن حمروش يتحدثون عن جميلة بحيرد هناك أسماء لها قيمة في الشارع هذه الأسماء نزلت أساميها في الشارع من قبل المتظاهرين وفجأة تخرج لجنة مع الأسف الشديد بعض الأسماء انتاحها من النظام القديم نأخذ مثال أحدهم معين في الثلثة الرئاسية تعبد في الإيقاء وقبل يمين زروار مدة 17 سنة وهو في البرلمان ثانيا شخص آخر هناك يعيش في الإقامة الرسمية للدولة طيب لكن دكتور عبدالعلي نقطة أخرى أن هناك انتماءات حسبية عند هذه النقطة عند معيار الشخصية الوطنية هم يتحدثون عن أن اعتراضا على تشكيل هذه اللجنة يعترضون على بعض الشخصيات المكونة منها هذه اللجنة مثل كريم يونس نفسه وهو رئيس برلمان سابق وشخص آخر اقتصادي كان قريبا من الحزب الحاكم يعني أليست هذه اعتراضات لها وجهتها؟ اسمح لا أعتقد المشكلة ليست الاعتراض المشكلة أصلا للجنة أنشئت بطريقة سيئة جدا لماذا؟ لأنه لا يعقل أن هناك أسماء نزلت في الحراك والحراك يحمل أسماء ثم تأتي بأسماء أخرى النقطة الأخرى وهي أساسي هنا بعض الشخصيات متحذبة النقطة الثالثة وهي الأخطر هناك أسماء تبحث على الأنترنت عليهم ما تعرف عليهم لا تستطيع سطرا لتعرف به لا يعقل أن رئاسة الجمهورية لا تهرف بأشخاصها تعرف تقدمها وتقول هذا هو وظيفته أو كذا أما باستثناء ثلاثة شخصيات اللي ممكن نتحدث عليهم في هذه المجموعة البقية لا علاقة لهم بالشخصيات الوطنية لا يعقل أن أستاذ أو معلم أو أي شخص يمكن أن يصبح شخصية وطنية اللهم إذا كان شخص على المستوى الوطني إذا كنت أنا شخصيا لا أعرف أسماء كيف يمكن لمواطن آخر أن يعرف الثيقة يجب أن تبدأ من الشارع الشارع طلبة برحيل اللظام اللظام هذا لأن الوقت تقريبا انتهى ماذا لو رفضت هذه اللجنة من قبل الحراك الشعبي ومن قبل بعض الأحزاب يعني ما هو البديل هو كاين يمكن حزب واحد يقبلها وأحزاب التحالف أو الكاشية بالتعبير الجزائري اللي تابعين بوتفليقة سابقة يمكن يقبلوها ما عدا ذلك من الصعب لأي حزب سواء يساري أو إسلامي أن يقبل الحوار معها لأنها لا معنى لوجودها أصلا يفترض قبل أن تذهب أن يتم وأضي فاضل موطيك معلومة السيد كريم يونس تصل بالأحزاب قبل تعيينه وبتلت أيام ربع أيام وأطلب منهم يساعدوها لأنه سيكون رئيسا للحوار لا يقل نحن في حاجة إلى أسماء تحترم نفسها ونحترمها دكتور عبد العالي رزاقي الكاتب والمحلل السياسي من الجزائر شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر